تتواصل الحملة القومية لتطعيم ضد مرض شلال الأطفال بالبحر الأحمر لليوم الثاني على التوالي بكل مدن المحافظة من الزعفران شمالا وحتى رأس حدربة جنوبا ووصلت نسبة تغطية الحملة في اليوم الأول نحو 48.6% حيث تهدف إلى تطعيم الأطفال من عمر يوم وحتى خمس سنوات مصريين وغير مصريين اشتركوا في القناة